تحق بنا اليوم ضيفنا وكيل أعمال اللاعبين سميتنا مثيل الجدل شوية صحيح ولا هكا ولا والله مثيل الزبل وسيم التايب خان سميه السع وسيم هكا ولا مثيل الجدل شوية مثيله لا خاصنش في البريود الأخرى من عرش ممكن أنا لحمتها حلوة ولا من عرش كيفاش وليت معنا موضوع الساعة في الصفحات فيسبوكية ولا حتى عمنا مش كان بريود الأخرى حتى من قبل فهلي برشة من عرش ممكن نحظر فالحسة قيتل كان مشاكل بالجملة واسيم من عشر منك أنتي منهم هومة حتى أنا عملت معي مشكلة زي أخي أنتي ساعة أنا طلعنا معنا بريسك أولاد هومة فهمت؟ أول حاجة بالمناسبة ذي نحب بمباركة التي حضر ريالي بمنزة ميم سعود والقسم الوطني كورت يد كنت ديما متابعة للفريقة الذية كنت بريسك اسكنت برشة غادي وأنسابي والفامي غادي في منزة ميم عش فيها ألقاع المغطاة وصحبي برشة وسيم هلال نتوجه له بالتحية المرة ذيك كنت ديما نقع ديما في منزة ميم وبعض ما أحترفه وبعض ما شاء القصرة الليل وما عرشت وبني خيال ديما هون كونتاكت ديما نذير الحري حاب المناسبة ذي نوجه له من تحية ولا دربي هو في منزة ميم بين منزة ميم بين منزة ميم وأنت تعرف الأجوال هونتبول في الكابون وأنا أجوالك كبيرة برشة في القاعدة ندخل في الموضوع معترنا والسيم أتكلم نقع عن البداية كيف تتخلت هذا الموضوع؟ باللقي هي صدفة كنت في نقرأ ونلعب في جمعية السماء المستقبري بحيث عمر في الجنوب في مدنين وقد أمثرت في برشة وصلت السنور وقتها أخرجت من مدنين وصلت إلى تونس قريت لها فتحائمين ونصف في المنزة بورقيبة عملت بتياز في الركونستوريسيون متاليك. وبعد صدفة معناها بجيت نخدم معنا في كما الناس كل في المهنة دي في ليبيا. فمدني اخدمت برسك عامية وثلاثة. وبعد جيت نخدم في شركة بترولية منتصبة في شيرة الوطن القبلي في شيرة منزل تميم وكنت دي معون كونتاكت مع في الهيئة المديرة متاع مدنين وكنت نعاون وقتها بني نقدر وكان عندي غرام. صارت الظروف في الثورة معنا كان عندي مشروع في منزل تميم ومامشتش لامور صارت لي ظروف رجعت المدينة في الثورة فمدني بقيت عام غادي فالعام ذاكي كنت انا لايهب الباج اوفيسيال متاع الجامعية وكل شاي. فما اخويا انشجعوني قالوا لي اندي عندك كل شاي فمدني بحقوا منتناج بتوليها جانب. أنا كيما سي وليد شتاوي هو المدرب. قبل ما ندخل نوصل للاجون واسيم بسي قولوا كنت لحاكي فيش قولوا ساحة 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 بلومبيه حاجة هاكا شنين حكيت حكيت حكيت. مش لحام كنت مش لحام لحام اول حاجة هو اللحام في الميدان في ميدان البترول ياخو اكثر حتى من ريجو موريف. مش لحاكة ساحة ثم كانت شَّ كناك موريف. يعني كنت لحام مريضي اللحام كل شاي كناكي حتى ت 야جون الالمويتش بالمتازة من المنشأة ففي حال كناك طورت الجوز في اللحام لانبراللحام مرحات الخọi و Merciful وهذه كناك ختمتي واسي بوكا. لا يوجد ميدان الأنابيب في الكنساسي ومثالي هو في بناء معدني في جميع نواعه وخدمة النهار ما فيه عار حتى كنت لحام حتى كنت منيت في النهار كي شفت اللحامة في الميدان أذكر قد الشيخ قد صوت منيت كنت لحام في مدينة في واحدة لأنني أنا موجود في الكورة اليوم خاطر بعض الشيخ يقول واسي مثلا دخيل على الميدان ما واشوال الدومان منيش دخيل أنا في الكورة عمني 9 سنين مريت صحية في جمعية في الريجيونال مريت صحية في الميدان مريت صحية فيها عامين مريت صحية في الميدان مريت صحية في عمني 10 كم مريت صحية في الريجيونال حتى وانا خلصت من الكورة ودخلت بحكم بابا يدعم شوية في الرياضة في الجهة كديركت دخلت نسير فمدخلت فيس بريزينو عمري 29 سنة أو 20 سنة اولا انا بطلت الكورة من هنا وانا نقرأ وانا في الجمعية ذي مستقبلي بحاس عمري برئيس مع شخص مريت صحية في الميدان كنت نعاون ونفح ومغروم ومتصورت معي في الريجيونال حتى في التنيات التي أردت فيها وزوزة واصحابي مريت صحية في الميدان كيف تخاول الأجنت جوال؟ كيف تخاول الأجنت جوال؟ في الرياضة سليماني قلت لي أن تتحدث عن ميدان وكاة الأعمال لعبيد لديه مخي كما هو رمزي جرمود وحكيم ثلاثة ترحوه علي بعض أخي وليد شتاوي هو الحل الثنية وقتها قلت لي وكاة الأعمال لعبيد قلت لي وكاة الأعمال لعبيد أن أعطني ملاعبي من وقتها وعرفني على ملاعبي ماشي الملعب الكابسي ومشيت وبدأت صبر جميعا شاء الله وإن شاء الله نشاهده وضعته صفابة إنسان طيب برشا حلي في الدنيا معنا حل هالي وقتها في الوقت ذاكي خطمر بأزمة مادية كبيرة برشا فهمتني وتوكلت على ربي هبط أول صحات الأولاد من قبل يوم بعد صحات محوط بن عزيزة يلعب في أمال جير بميدو تحال تولوا يكلموا فيه نهبط على الفيسبوك وكلموا فيه من العبية بشوي بشوي حبيت نفهم المهنة هذه وليت نقر عليها وليت نتبع فيها وليت كونتكتي في العباد نتعلم منهم وليت تعلمت من برشا ناس ونكبتني الحمد لله واحد لمستوى ثقافي ليس له برشا له قليل كابتيت وتناجمت خلالنا مستوى ثقافي أنا أخي عامل سبعة ثانوي أنا باك فهمتني؟ أنا أخي عاملت فورماسيون اللي هي فيه بي تي بي تي بي تسموها موهل تقنية وبعد عاملين أخرين موهل تقنية سامية فهمتني أخي عاملت فورماسيون وديما كنت معنا حتى كنت عامل باك اللي لم أخذيتوه وقتها هاستمرت بريود صعيبة كرهت القراية بعدت شوية ذاك علاش ما حبيتش نعاود ديك عاملت فورماسيون وحمد الله يا ربي ما نتكونت بشوية بشوية وديما نقرأ وديما نتبع وديما نتعلم وديما وديما توحدت اللي تخدم معايا في الشركة فهمتني؟ معنا أنت ديما هي تحكي أنا طوما ما نكتبش عليك معنا واحد بشي يكتب عليك يقولك نحكي هونجلي معنا شوية شوية فهمتني؟ هي معناها ديما أنا نعطيها الفكرة بالعربية ولا بالفرنسية هي تعاوني ونخدم ونطور ونخرجوا للقوانين وكل شيء معناها وانتعلم وشوه واحد كي اسل الأستاذة نسبة الميم وكي أنا بالمناسبة رغم ممكن توها أنا وياها مش سحاب برسا فهمتني تعلمت منه برسا فهمتني الحق في أمور الإدارية لأنا تو معناها منظم فيها كان نجيبها في البيرو وتشوف معناها النظام كل شيء بحضر له في بيلون كل شيء بدي تايه هو سليم بولاسنا سليم بولاسنا تعلمت منه برسا حاجة عليش علاقتكم مش به؟ ولا ممكن ما الوقت وواحد واختلافات الكورة واختلافات منه ألا غالب أما بصراحة كي تكونوا راكي اللاعبين مش لازم تكون عندك باك في الشروط هكا موجودة ستي معناها فهمتني أنا معي أخويا محمد اللي في شركة هو عنده باك في السكات إذا ، هناك إنتي زوجة في موقع جارة أنت موجودة انت موجودة في السكاتف ونحن الزوز موجودين مع بعضنا اخويا وانا. معنا مش اسمك انتي موجود. موجودين الاسم الوسيط بتاع تايب لدى الجامعة هو محمد تايب. فمتني. وانا جيران عشر شكاية. فمتني. فمتك. معناها سوريا موجود خوك اما انتي. سوريا هو. مش سوريا. ذي معمول قانون الجامعة تنصير كرت القدم. يقول لك. فمتني في الشركات. معناها الوسيط فمتني لازم يكون عنده باكالوريا. فمتني. وحتى التحكي على الواحد انا عندي المعادلة متاع الباكالوريا. بحكم عندي بتياز. عندك الكارت متاع. الكارت متاع الجانجوار في السوشيتي. انا خيرت تكون سوشيتي. الوسيط في الجامعة تنصير كوت القدم هو محمد تايب. فمتني. انتي ما عندك شخوك. خوك عنده. هو الوسيط في الجامعة تنصير كوت قدم. فمتني. فمتني. الشركة موجودة تايب لدى الجامعة. انا جيران متاحة. كل شيء. بجميع النجم نوريك. فمتني. الاستجال التجاري بتاحها. وكل شيء. معنا ما حاجة. اشتركوا في القناة.